يعني البابا كيرلوس يقولون عنه أنه مفجر شرارة النهضة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عصرها الحديث فهو بدأ بالتسبحة والقداسات والصلاة كل يوم وبهذه الصلوات افتقد الكنائس كان يروح يشوف التسبحة الساعة ثلاثة الصبح وأربعة الصبح ودايما الصلاة هي مفتاح كل نجاح مفتاح كل نجاح فعشان كده صلواته عمرة الكنيسة معماريا وروحيا وكهنوتي وهو اللي رسم البابا شنودة أسقف للتعليم سنة تلاتة وستين فهو في الحقيقة على يديه بدأت الكنيسة القبطية في عصرها الحديث النهضة الروحية وزي ما مذكور في النقط اللي أدسك قلتها علاقته بإثيوبيا وازاي كانت تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإمبراطور هيلة السلاسي كان له علاقة قوية بالقدسة البابا كيرلوس أسف الحقيقة البابا كيرلوس كان وشه بيصلي وجهه أنا شفته أكتر من مرة وكلها كانت من غير موعيد يعني الترسيب الترسيب إليه شفته سنة 68 وأنا طالب في الجامعة وكان متواجد في الكنيسة المرقصية في اسكندرية وأنا كنت راح هناك أخذ بركة يعني فسمعت أنه موجود ودخل حد استأذنه ودخلنا كان مجموعة من الطلبة الجامعيين فدخلنا وسلمنا على أداسته ودأنا بركة وصلّلنا وكده كمان شفته مرة تانية في الكاتدرائية المرقصية لما عينت كمهندس في وزارة الكهرباء ودي موجودة في العباسية فكنت كل يوم أحضر الأداس مع البابا كيرلوس يناير وفبراير والغاية تسعة مارس سالة كم يا سيدنا؟ واحد وسبعين آه لحد النية آه وكنت أحضر الأداس وأطلع على وزارة الكهرباء كنا بنى تلقى تدريب أو تدريبات يعني علشان نمسك كمهندس في وزارة الكهرباء من واحد وسبعين لتلاتة وسبعين وبعد كده استقلت ورحت الدير فكان كل يوم بقى نحضر مع أداسته أداس لمدة تقريبا تمانية وستين يوم على التوالي يعني يناير وفبراير و جزء من مارس جزء من مارس كمان أداسته كان مش بس حريص على التسباحة والأداسات والصلاوات لكن كمان بيجدد في الكهنوت بمعنى زي بمعنى أنه زي ما الأنبا توفيلوس أسقف السوريان اهتم بأنه رهب المثقفين والمتعلمين البابا كيريلوس برضو الحرس على سيامتهم في درجة الأسقفية وفي درجة الكهنوت القسسية والقمصية فالكنيسة نهضت يعني وبدأ فيها روح العلم وأسس بقى أداسته أسقفية البحث العلمي البابا غراريس وكمان تربية الكنسية والمعاهد الدينية البابا شنودة كان ساعتها أسقف للتعليم وكمان أسقف الخدمات الخدمات الاجتماعية والعامة وعمل جسر بين الكنيسة والدولة فالحقيقة كان يعني تجديد شامل وتوجه متكامل فالحقيقة بنذكر البابا كيريلوس بكل الخير وهو أصلاً من عيلة زيكي في بلد الطوخ دلكة للمنوفية للمنوفية أصل العيلة يعني بس الأسرة بتاعته عاشت في ضمنهور صلاته تكون معانا وبركته تشمل الكل يعني كان له رؤية يعني البابا كيريلوس السادس في خدمة المهجر وبدأ فعلاً خدمة المهجر أيوة أسس أول كنيستين في لوس أنجلوس وفي نيوجيرسي كنيسة هنا وكنيسة هنا وبعت أبونا بشوي كامل علشان خاطر يخدم هناك في المهجر أعتقد كان سنة 68 كان تلقب هو حنية يعني كان حنين جداً على الأباء الكهنة وكان طويل البال مع الشعب آه بس كان له مهابة عجيبة مرة برضو صدفةً كنت موجود في المرقصية وهو جه نزل من العربية وكان معاه كاهن ركب قدام جنب السائق وهو ركب وراء أول ما نزل يعني من ساعة ما شفته دموعي لم تقف تشوفه تلاقيك بتبكي بطريقة تلقائية يعني مع أنه يعني منتهى الحنان والحب لكن المهابة علقته بالألاية وبالصلاة آه وبالمسبح يخليك تحس كده بمهابة عجيبة يعني فتعبر عنها بدموع غزيرة يعني ثم لا تتوقف صاحب عبارة فرح المسبح يعني يقيم كدسات من أجل آه أنه هو يفرح ملاك الزبيح ده صحيح وكان يعلم اللي حواليه إزاي آه يحترم طقس الكنيسة وكان طبعا عالم كبير في الطقس الكنسي ويمكن كان دي نقطة لقاء بيننا يعني داخلية طبعا عمي لأنه نقطة اهتمام بالنسبة لي يعني بركته تكون معانا الحياة وصلواته وبركته وتشمل الكل يعني كان له اهتمام بالفقراء واهتمام بأديرة الرحبات آه ده صحيح ويعني دير ماريمينة أسس ما كانش في ماريوت دير يعني صحراء ده ماريوت ما كانش فيها دير أسس الدير وكان صديق لماريمينة بطريقة واضحة يعني كان ماريمينة يزهر له كتير ولما كان قاعد في الطحونة كان يعقود الناس اللي عايزين يقبلوه يلقوا ماريمينة مقابلهم يوصلهم للبابا كيرلوس كان ساعتها بونامينة المتوحد وطبعا من دير البراموس برضو دير اللي أنا أركت منه للأسقفية واعتز بيه جدا يعني يعني عايزة أقول أن البابا كيرلوس شخص لكن عمل عمل كبير قوي في الكنيسة على كل المستويات ناظة روحية وتعليمية صحيح صحيح علم الناس الصلاة وفي عهده يعني بقى فيه قمم جميلة واستمرت طبعا في حبرية البابا شنود يا ربنا أينيح نفسه وكمان مستمرة دلوقتي بقى النهضة بقى بتنمو ما تقفش يعني تنمو وتشمل كل الأماكن وكنيس جديدة يعني بركة شكرا الله كانت لقى علاقة خاصة برضو بزعيم جمال عبد الناصر ومحبة قوية صحيح والرئيس عبد الناصر اتبرع بمبلغ كبير قوي مئة ألف جنيه للكنيسة الإبطية في وقت كان يعني كانت الكنيسة محتاجة هذا المبلغ وعدد الكنيسة يعني وكمان حضر وضع حجر أساس الكاتدرائية المرؤوسية العباسية كان بينهم علاقات طيبة يعني وفي كل جيل يعني نشكر ربنا كان فيه علاقات طيبة بين الكنيسة والدولة طبعا طبعا سيدني يعني القدسين مش هيخلو أبدا من الكنيسة وإحنا برضو بنوضع